ويتمثل فيه الهجوم على المؤسسة العسكرية الجزائرية ونحن نعلم تماماً أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني في كل الدول في أغلب الدول هي التي صنعت الجيوش في الجزائر العكس تماماً الجيش هو الذي صنع الدولة جيش التحرير هو الذي صنع الدولة الجزائرية الدولة الجزائرية لم تكن موجودة لم تكن موجودة هناك دولة أصلاً أصلا الجيش الشعبي الوطني الذي واصل المسيرة ولكن قبله جيش التحرير الوطني هو الذي حرر الجزائر وهو الذي صنع الدولة ومنذ ذلك الحين بقيت للمؤسسة العسكرية قيمتها في المخيال الشعبي الجزائري فنجد الناس يتباهون بأبنائهم عندما يتخرجون ضباط نجد الشرق الجزائري الذي هو يعتبر معقل الثورة الجزائرية كل أبنائهم في المؤسسة العسكرية وتجد قيمة العسكري في ثقافتنا الاجتماعية يكون ضابط تجد عنده قيمة في المجتمع أكثر بكثير من بروفيسار متخرج من كبرى الكليات العالمية وهذه داخل مؤشر على ما ذكرنا على أن المؤسسة العسكرية هي دائما الركيزة الأساسية في بناء الدولة الجزائر منذ الاستقلال الـ 62 ودأوا الجيش الوطني الشعبي مستهدف تم استهدافه على مراحل كثيرة وتغلغل فيه ضباط فرنسا ونحن عرفنا وين وصلوا داروا 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 وكم من محطة من محطة تعرض إلى حملات كبيرة وكان دائما عبر هذه المسيرة أن أغلب الاستهداف للجيش الوطني الشعبي كان يأتي من طرف الحلف الاستعماري الحلف الاستعماري والأدوات وأدوات هذا الحلف داخل الجزائر وخارجها حيث أن فرنسا بلا أدنى شك لم تهضم هزيمتها على يد جيش التحرير وخسرت الكثير بلا أدنى شك البعض يقول أن فرنسا منحت الاستقلال للجزائر حتى تهيمن عليها من بعيد لا أبدا الثوار أجبروا فرنسا بقوة السلاح وبقوة المثابرة وبقوة القتال إلى إخراجها ولكن لا يعني ذلك أن فرنسا لم تخطط للبقاء في الجزائر ولم تبقى تخطط من بعيد لاستهداف المؤسسة العسكرية ومحاولة تفتيتها وتفكيكها من داخلها وأيضا من محاولة الهيمنة على الدولة الجزائرية بأسالي من أخرى عندما يتعارك شخص مع شخص المهزوم لا يبقى دائما يفكر في كيف يفأر من الذي هزمه هذا طبيعي على مستوى الأفراد فكيف يكون الشأن على مستوى دول وخاصة الاستعمار الفرنسي الذي احتل الجزائر 132 سنة وكان يرى بأن الجزائر فرنسية ولا يمكن أن يحدث غير ذلك ولكن حدث العكس ولذلك ظل يعمل على استعمار العقول بعدما خرج عسكره من الحقول